مساء الخير من بيروت الشهرة تكتب على الجبين فتراها العين عين رسمت مشاهير العالم مشوهين بحقيقتهم ومتلبسين بشر أعمالهم لريشة الصوت بيقول الحق وروح بالطير حرة وعقل يزن بلدا وده سميتو تسخر من حقيقة أسوأ من أن تكون مرة لأنه رسام الكاريكاتور الشهير بير صادق فنان رسم ملامح لبنان والعالم العربي من خلال ألوان حملت بطياته انتقادات للوضع السياسي القائم بدأ بير صادق مشواره من 40 سنة بعد تخرجه من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة فكانت الخطوة الأولى بجريدة الصياد لا ينتقل عام 58 للعمل بجريدة النهار بعد 30 سنة من الأفكار المتجددة المرسومة بريشة الرفض لكل ما يقيد الحريات ابتدأ بير صادق العمل التلفزيوني وكيد أول من ابتكر الرسم الكاريكاتوري المتحرك على الشاشة عام 85 فشكلت رسوماته وحل المواطن اللبناني سخر من الوضع السياسي فعبر بروح متمردة عن رغبته بالتغيير وولادة لبنان من جديد أفكار بير صادق ممزوجة بسخرية مستمدة من ظلال الأحوال العربية وإلهامه بيلتقطه من الأرصف الحاملة لهموم الوطن 40 سنة من الرسم الكاريكاتوري اختلفت خلال الألوان وبقيت ريشة بير صادق وسام ناطق بالحرية والألهام مساء الخير أستاذ بير أهلا وسهلا فيك الليلة معنا بالستوديو فيم نورتنا أهلا إحنا منعرف أنك قليل الظهور إعلاميا ما بتحب الكاميرا؟ لا ليه؟ هاي؟ مازال في سؤال هيك دايما يمكن يجي على نحن على خطرنا كل ما نشوف رسوماتك هل مضبوط كل ما بتقابل شخص ضغري بتتخيله كأنه شكل كاريكاتوري عندك هال لا مش هالقد عندي عندي شو بقوله تطلع خاص فيه أنه بشوف الشخص غير ما بتشوفه شخص عادي غير ما بتشوفه كل العيون يعني إلا المرأة دايما بشوفها حلوة هيدا موضوع كامل أنا وياك الليلة بدنا نفتحه قصة المرأة ليش كاريكاتور إيه ولأ يعني لا تتطرق إلى المرأة في الكاريكاتور أبدا أستاذ بيير كاريكاتور اللي بتقدمه حضرتك هو واسع وشامل ويوم بداية رح نسأل أي كاركتر هو الأكثر انتشاراً هل الكاركتر السياسي أم الكاركتر الاجتماعي؟ مين المؤثر أكثر؟ باللبنان؟ باللبنان والوطن العربي؟ بالوطن العربي الكاركتر الاجتماعي لأنه ما بيقدروا يدخلوا بالسياسات ممنوعة شوي في رقابة باللبنان الكاركتر السياسي أكثر شي دارش يعني من الكاركتر السياسي تدخلي إلى الكاركتر الاجتماعي طبعاً، طب اليوم كيف بيكون لما بيكون الأحداث متساوية بالمنطقة يعني متساوية الأهمية بأصل كيف تختار أنه هيدا الكاركتر اللي أنا أطلع فيه الليلة هو الأبرز هيدا هو الحدث اللي حضرتك بتقرر من ضمن أحداث كبيرة عم بتصير بالمنطقة أنه اليوم بدي أرسم أو أرصد هيدا الشي بالنسبة لإلي أنا عندي شوية تقدم أكتر بقصة الأحداث يعني بقدر أختار حدثين بالنهار أعمله بالجريدي وأعمل الثاني على التلفزيون بس بختار الأهم يلي الناس بيحكي فيه ويلي متداول وبعدين يلي الحدث إليه استمرارية ما بيخلص بيوم بتمشي معه لأشوف وين بده تخلص اليوم نسأل حالنا نحن أنه هل لما بيرسم بير صادق لما يذخر من الأشياء بيكون عم بيفكر باللي هو زعجه ولا هل قد عندك مقدرة أنك أنت تغوص بقلب كل وجع كل شخص يعني إن كان عربيا مثل ما تقول مواضيع الاجتماعية وإن كان لبنانيا اجتماعيا وكمان الإشياء بتزعجنا بالسياسة بتفكر بالمواطن أكتر ولا بتفكر بأنت شو بيزعجك لأنك أيضا فرد من هذا المجتمع لأنه أنا بالنسبة لتفكيري أنا عم فكر أنا مواطن أنا مني بعيد عن مواطن أنا مواطن عم بحسله بقصة المعاناة تبعه شو عم بعيني منها أنا بحط حالي مطرحه وأنا بالنتيجة مواطن عادي عندي أسلوب بالتعبير هو الكاريكاتور هاي كل القصة أقصد كمان أنا في شغلي بقصده أنه هي بساطة الموضوع وأهميته يعني أوقات بيكون في موضوع كتير كبير ولكن بتقدمه بطريقة كتير سهلة كأنه لحتى يفهمها الكل يعني بلا ما يقرى حتى حواليها تقدر يفهمها كل شخص نسكها الجريدة كل حدث كبير بده كاريكاتور كبير كمان مش بها السهول يعني أنا يوميا بعتلهم أنه نازل فكر نازل أقرأ ونازل أنطر كيبه تسقط علي الفكرة يعني ما في حدث كبير وحدث صغير كلهم بيعادلوا بعضهم بأهميتهم يعني هل بتعطي نتائج أفضل الواحي بيزل أكتر لما بتكون معصب مستاء من الإشياء اللي موجودة تكون زائجتك؟ لا أنا التعصيب صغير صغير شي طبيعي بالنسبة له إذا ما عصبت مبروق بعدين مبروق يعني مثل واحد موجوع اللي بيروح الألم بيمبسط كأنه خلق عن جديد بس دائما بالكاريكاتور أنا معصب بس ما بيش تلقع حالي مع أنه اللي بيشوفك بيقول عنك شخص هادئ جداً لا ماني هادئ أبداً محيط هادئ بس الكاريكاتور لازمه انفعالاته أنا اللي برسم الصورة بمثلها بفكري يعني كيف اللقطة كيف الحوار بده أصير أنا بصرحات التحالي مطرح الممثل والمخرج والمنتج المنتج لا ما إلي علاقة فيه والأكسسوارات البين إيدي هيدا العمل التليفزيون والعمل الجريدي سهل أكتر لأنه جامد أنا من زمان هيدا الفكرة براسي أني حرك الكاريكاتور سوف من أرسم الجريدي اشتغل فيها لدرجة أنه تحرك يعني أقول بعقلي أنه تحرك خلصيني تحرك بدكت كأنك يتبس فيه الروح هيدا هيدا الكاريكاتور آه يعني هيدا عملها من زمان ميكيلانج وقت عمل تمثال موزس موسى قد ما توفق فيه ضربوا على ركبته بالـ شايف إذا بين موجع؟ لا قالوا يتحرك قالوا تحرك هالقد بتعيش مع رسماتك هالقدة بتعني لك اليوم منشوف كمان غضبك واستياءك وفرحك أنت تترجم أحاسيسك الشخصية من خلال هيدا الكاريكاتور شو الكاريكاتور اللي بيفرحك أكتر؟ يعني الأحداث اليوم في أحداث حلوة بتصير بالبلد هل تفرح؟ هل تبحث عن الكاريكاتور اللي هو بيفرح الناس بتقول خي اليوم أنا بير صادق قادر بهيدا الكاريكاتور اسعد الناس لهم أنه في أمل في أشياء حلوة فينا نسخر من الجميل متل ما فينا نسخر من القبيحة؟ ايه بتصير ما النصابة بتشوفي الحدث شو هو وبتركبي على أساسه سخرية بتصخري من الحدث وتحطي الشخصية السياسية اللي بتلبق لهيدا الحدث إذا مش صادرة عنه كمان أنا هاي الشخصية بتلعبي بالشخصية أنا بلعب بالشخصية متل أبدي الشخصية السياسية هاو دي لاشو خلقو؟ بتستعملون يعني بندونون بستعمل اللبناني يلي اخترعته أنا سميته توما من خلاله كمان هاي دي انفعالاتي أنا من خلال الشخصية اللبنانية اليوم شو اللي بيحدد إنك هيدا الشخص رح ترسمه كاريكاتور هل هو منصبه؟ هل هو في أشخاص هيك يا سبحان الله يعني تطلع فيها بتقول هاي دي بتلبق لأنها تكون شخصية كاريكاتورية بامتياز بسلال هل شكل وجده هل شخصيته هل ما بعرف لا أنا كاريكاتوري الشخصيات اللي بعملوا بعملهم ما فيهم ما فيهم شو بيقولوا إنه إهانة للشخص السياسي صح مبزيدة استفزين جدا استاذ بيار ايه هوا التعليق اللي بعمل أنا الصورة والتعليق بيكملوا بعضه فأوقات ضاحك أوقات مبتسم أوقات عاقد الجبين بس هو شو بيوحي لك يعني ليش بتختاره إله شخصية هل بتختار الشخصية لأنه منصبه يعني اليوم ما إجا رئيس لا لا مش منصبه من ورا الخبر طبعا أكثر شيء بس في شخصيات من حسة هي ستارز عندك يعني يعني عطول ترسمها مثلا مثلا الرؤسة الجمهورية مثلا كتير بتحبت أنك ترسمهم يعني على مر السنين يعني مش من هلا لا باخترع له شخصيته باخترع الشخصية طبعا مثل رئيس لحود اخترعت له قيصر بعبدة يعني لابس مثل نيرون هاي دي مشيت معه من زمان اخترعت ليس الهريوي مثلا ليس الهريوي ما ما اخترعت له شخصية ايه ليش بمطارح في إضافات في مطارح لا هلا أنه شخصيته كافية لأنه تكون مثلا طليق بالكاريكاتور يعني هيدا هيدا السؤالي يمكن أوقات في نتوقات كتير بوجه يمكن مخارو أكبر بكتير من وجه تتركز على هيدا الدافو اللي عم نحس هيدا الشي هون أنت عم بتضحكنا بس بنفس الوقت يعني عم شوف صورة تضحك وبنفس الوقت عم نشوف هيدا الشخصية إلى حد كبير مشوهة ميش مشوهة ما فيت شويه اسماحي لي ما فيت شويه بالكاريكاتور إذا مخارو هالقدة وشو بديف يعني شو بديف للضحكة بالكاريكاتور ما بديفشي ما بديفشي بالنسبة لقاللي ما بديفشي تريكاتور إذا مخارو كبير أو تمو كبير هو هيك ها هو هيك يعني ما بزيدة أنا يعني الرئيس الهراوي الله يرحمه كان شفيفه مثلا شفيفه وتمو تمو أكتر شيء يعني بتركز على الدافول بوجه بشكله اي هيدا نعم التعبير مش إهانة منا إهانة لا لا طبعا نحنا في المنطقة مش إهانة لا أبدا يعني الرئيس لحود كان تمو كبير كان تمو كبير بزدت له أنا شخصيته من عندي أنا يلي قاعد بالبرج العالي وكل شي عم بصير حريق بيروتة نحسب قدامه ما عمل شيء يعني كتير متأسف أنا يوصال معي الرئيس لحود لهالرسم هاي درجة الاستفزاز أو سقف الاستفزاز قدي قدي دايما مكشوف أو أنت بتقول هون أنا لازم بلازم استفز اليوم لازم استفزه هالقد بس إذا مثلا ما صار في أكشن ما صار في أي حركة باستفز أكتر بعلي الدوز كأنه يعني دوز الاستفزاز قودي ما رأت فيهم كلهم بحب الاستفزاز يلي عم بيستفزك لازم تستفزيه يعني بالنتيجة أول شيء شكرا وماليش ومرة تاني بتتسهل أكتر وكذا بعضوا بيستفزك مش تستفزني أنا بيستفز البلد بيستفز المواطن وما في ردة فعل من حدا صار اليوم في كتير شخصيات سياسية بيسبوكي ويسبوني ويسبو المواطن ما في ردة فعل فأنا تقريبا من الكريكات ردة فعل ما فيه من الناس يعني عم بيخد طاري وطارو طبعا طيب هل أنت متعاطف؟ بس بتهزيد ما فيه شيء غير عادي هل تفصل بين عطفتك؟ هل تتعاطف مع أشخاص بتبينها أبطال بكريكاتورك؟ إنسان أنا وأشخاص بتنزلها تحت الأرض وتعملها نيرون؟ لا تحت الأرض لا ما حدا نزل تحت الأرض شو هدا نزلوا تحت الأرض؟ الكبار والصغار بس لا أنا نوع من التعبير يلي ما قلة ودل هيدا الكريكاتور يلي ما اعتمدوا أنا بس ما وقفك السياسي بلعب دور أساسي؟ مش موقف سياسي، أنا كإنسان عندي شعور بحبه وبكرهه واللي بدي كيه بعمله فيه شخصيات بتفوت لقلبك بتفوت لقلبك وفكرك لأنه قبل القلب هو الفكر الفكر بصير يحطك بمواقف إنه يلي عم يستفزوا لهالشخصية اللي بتحبية أنت بدك مين يدافع عنه؟ يدافع عنه بطريقة مذهبة أنا عملتها بكل صراحة أنا دفعت كتير 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 عن الرئيس رفيق الحرير لأنني عرفته من جوا وعرفت حقيقته وعرفت ومشيته بكتير أيام وكذا وإلى آخرين وأنا بعيد أنا كنت أعمل كريكاتور عغير شاشة بالل بي سي 16 سنة وتركت إذا بجب لك المجموع لا بعد ما تركت رحت إلى تليميزيون المستقبل الرئيس الحريري أنا بعرفه من 6 إلى 94 طرفت علي هو طلب إنه يتعرف علي وصار فيه صداقة صداقة عائلية وصداقة وأنا ببعد عن هيك صداقات لأني بتقلم أنا من زمان وجهي ببعد عن صداقات الشخصية كتير ببعد عن الصداقات الشخصية خليك تتأثر طبيعي بتأثر بس تظل أعمل كريكاتور محايد وموضوعي وحر حر أنا مني مني مع حدا ولضت حدا ولكن اليوم عندما تنتمي إلى مؤسسة إعلامية عند خط سياسة معين نعم شعوريا أو لا شعوريا أستاذ بيير أنت ملتزم مع خط ونمط هذه المحطة لا لا هيدا السقف اللي كنت أنا عمقول قدي مكشوف وقدي أنت حر بهيد المحطة حتى لو بدك تنتقدون وتهجمون وانتقدتون ومش هجوم وهجمت لا هجوم أقال من تهجم يعني وانتقدتون لأنه فيه اتفاق معنوي أساسي هو كلمتين معي حريتي الكاملة لأنه تانيا أنا مش داخل بحزب ماني حزب هيدا معروف عنك أنا هيدا حر حر فكتير أنا هجمت بش هجمت وانتقد الكتائب والقوات وكل الأحزاب والاشتراك اللي بدي كيه مم ما حدا قال لي وين هيدا امتقدت بعض العهود كم عهد هيدا شخصيا امتقدت اجيني من زمان اجيني محكمة عسكرية مظبوط عيام الرئيس شعر الحلو شعر الحلو مشو مش منو مش منو من المحيطين فيه المكتب التاني كان شهير بس بس مظبوط القاضي اللي حكم ببراءتك نقلوه على لندن نقلوه على لندن ملحق عسكري اه وشفته بلندن عند السفير اللبناني الله يرحمه نديم دمشقي يلي مات من جماعتين تلاتين الله يرحمه اه بسمعت الصوت عم بيقلي اللي حقني لها طلعت لقيته هو ذاته حكم العسكري قلتلي شو وصلك قالي الحكم اللي طلعتوا عليك ما قبلوا فيه المكتب التاني زدتوني ملحق عسكري بلندن اوك استاذ بيار اللي بيشوف هايدي الرسومات هيك ما بيطلعك اكتر او ابعد من هايدي الرسومات ما بيعرف انك عم تلعب بالنار بس بالحقيقة انت هيدي ريشة عم تلعب مش بالحبر عم تلعب بالنار لانه فيه اوات من قالك ما بلعب بالنار اذا هيدا مش لعب بالنار استاذ بيار اليوم فيه خطورة من خلال الكاريكاتور اللي انك عم بتأثر وبقصد اللعب بالنار عم بتأثر بناس كتير يعني اليوم فيه ناس اكتر ما بتقرأ تطلع على المجلة اول شي بتفتح بيار صادق الجريدة بيار صادق شو كاته بتعرف شو الجو السياسة المناخ العام لهذا اليوم انت مسؤول عن هيدا الموضوع هل بتفكر كل يوم كل يوم بتراجح حساباتك بانه هل انا صح ام انا على خطأ لانك يعني ماشي بيخط بتراجح حالك بتراجح حساباتك هتواصلينا لسلوجونات المحطوطة عالطرقات يعني فكر صح نيحا يسلما شو رأيك فيها ع كل حال؟ بدأ نقصها شوي كاريكاتور نقصها اللبناني لا قمت عنهم فوتوا عالمصاح بصح الوطن فوتوا عالمصاح بتي صح الوطن ما صح برا نحنا استاذ بيار شوف مطعزمية معي هلادي لا مش لا أنا عم جارب استفزك بس تستفز الكل أنت أنا ما بخاف أنا عم بعمل الكاريكاتور أنا برجع مثل ولد صغير طفول أنا عم برسول همي الكاريكاتور تبعي أنه ناجح بالنسبة لأيه كفن يعني هذي فرحتي كفن كفن وكفكرة وكتعليق وكسياسي وكالبديكي هيدا قناعتي أنا ما بخاف مين بخاف بلشي من عائلتي إلى ما جرى إلى أصدقائي إلى كذا هني بخافوا بخافوا علي طبعا تخاف عائلتك لأنك هدت عائلتك هدت بعائلتك كذا مرة مضبط طيب ما خفت عليهم أنت معيك خبر كل شيء طبعا خفت على عائلتي وهلأ بخاف على عائلتي بس حطيتيني بموقع كتير حساس أنه أنا عندي عائلتي بالنسبة لألي الله والعائلة الله يخلي لك بس هو جمت وتحقق مع ووقفوا أولادي وقزة وإلى آخر هي بس شو في دعمي؟ تايس وماشي تايس كاريكاتوري وماشي أستاذ بيير بدي أرجع أستاذ أرجوك بلأ أستاذ بيير صادق أيوة ما في يقول بيير لحالة صعب علي أنت بتترك اليوم مخيلة القارئ تشتغل قدي مساحة الإماجينيشن أو المخيلة اللي بتترك له إياها إنه تخيل هون هيك آه زكاية الصورة تقريبا بلا تعليق بلا تعليق بتترك القارئ أو المشاهد لا القارئ بس المشاهد بدي يسهلوا إياها أكتر لأنه أنيميشن غير شكل القارئ بدي يضل لبناني يسأل يسأل حتى لو في تعليق شو يعني مهم شو بتقصد كم مرة بيفهموك غلط وكم مرة بيفهم يعني بيكون متقاصد العكس لا قليل قليل بيفهموك صح لي بيعرفوا فسروا مهم فسروا كل واحد على زوء آه لا نيع القارئ البسيط يعني بنا نعتبر أنه لقى الجريدة وطلع فيها بيعنيك قد القارئ اللي بيشتري الجريدة أستاذ بشاهد؟ هي ذاته قارئ هو ذاته ما عنا قارئ بسيط بلبنان اللي بيتصفح المجلة يعني فيه ناس تتعمى درجة فيه ناس درجتين فيه ناس تلاتة فيه ناس تقرى السطور فيه ناس تقرى بين السطور وهيدا اللي عم بقصده بيكريكاتش هي بترجع للقارئ اللبناني على أي مستوى بيعرف سياسي أو بيعرف ما وراء السياسي إذا ما وراء السياسي المورائيات بالسياسي صعبة كتيرها لأنه تعلمت شغلي أنا بجريدة النهار علموني إياها من زمان يعني من فت على جريدة النهار أول شغلي عملي لقطني بإيدي الأستاذ غسان طويني فوطني على المطبع مش عالمكتب فوطني على المطبع عرفني على كيف بيصفوا الأحروف ولبلاطل بيصفوا عليها الأحروف والسيسرو بتاع في السيسرو وهي المصرة بيسموها سيسرو بيعلموا أربعة ونص العمود أربعة كذا إلى آخرية وحط طل إيدي بالحبر طبع المطبع اللي من هون بيبلشوا الصحافي يعني لحتى أنت تكون أخلص لوين لحتروح الماندي اللي عم تقدرك طبعا أدخل الجو الأعلاني والصحافي وكذا مش عريك أنا سألتك يعني حتى الجريدة لين بتكون أو حتى مين عم بيشوف الكاريكاتور أدي هيدا الموضوع يعني اليوم هل بتقصد الأوقات أنك تحين الناس بتقصد الحيرة أنه اليوم بديكن تحتاروا اليوم ما بديكن تفهموا هيدا الكاريكاتور لا لا شوهوا برنامج أحجية شوي أربحوا وكذا لا لا ممكن تكون مقصودة لأنك أنت يمكن نسبة لك أنت محتار ممكن تحير الناس لأنك أنت بحيرة ما بتكون ولا مرة محتار بموقفك السياسي أو بي لا 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 ماني ما بحتار الفكرتي اللي متسقط على راسي بدي نفزها متل ما هي بس أنا وعم بشتغلها بتزيد معي الفكرة الفكرة طورها أنا وعم برسوم ما بحتار لا ما فيها حيري عندي هيك خبرة مش خبرة عندي رصيد براسي بقدر إنقل من كلمة لكلمة حول الكلمة وإجعلها هيني بالنسبة لي وهيني للناس يعني لعب على الكلام أهم شغلي بالكاريكاتور هيدا كان سؤال بحد ذاته بدي أسألكي أنه اليوم فيه جمل مرافقة للكاريكاتور أحيانا فيه ألوان تبرز الأحمر وتقلل الأزرق وتكتر الأخضر وكتر الأزرق وبتقلل كتر الأصفر كتر الأخضر هيدا الأشياء كلها إلى معاني منا هيكي على الهامش معك حاجة وفيه أوقات موسيقى معينة بالترافق هيدا الشيء إذا منا نعطي الصورة قدي بالمئة أهمية وهيدا القدي بيعطوها أهمية للصورة قدي بيخلوها تخلص إنتاج كامل بتصير تعودوا المشاهد هيدا بتنعمل على التليفزيون أكتر ما هي الجديدة على التليفزيون في كتير صاروا مشاهدين بيعرفوا بير صادق شو عام بيقصد بهذا اللون أو بهاي الكلمة أو للعب على هاي الكلمة في كتير صاروا محبزين لهذا الشغل بتسهل لهم يعني القصة إيه بسهل لهم وهني بيجمعوها بالفكرة يلي أنا عملها صاروا يوصلوا لنتيجة نتيجتي أنا أستاذ بير بير صادق أنت صورة لبنان إلى الخارج بالصحافة يعني اليوم الكاريكاتور الصادر من جريدتك هو كاريكاتور عم يقرأ كل الوطن العربي من جريدة اللي أنت عم ونتمي إليها وبتحط رسوماتك فيها هيدا الكاريكاتور هو صورة لبنان إلى الخارج نعم قدي بيعنيك هذا الموضوع أنك تجمل الصورة أو تبعتها مثل ما هي حتى لو الصورة يعني تحمل شوي أن تتجمل يعني هل تسيق لألنا بركة ما لا ما عملت صورة أنا تسيق للبنان أبدا تاخدها بعين الاعتبار هذا الموضوع يعني كلبنان ما ولا صورة عاملة تسيق للبنان تسيق إلى رئيس لبنان طيب لا يعني هيدا شي غير موسيق لألنا إذا نحنا صورنا رئيس لبنان بهذه الطريقة بهذه الطريقة الكاريكاتورية يعني أنا عم عمم هيدا مش موسيقى للبنان هيدا موسيقى للحكم والحاكم هيدا يعني ما بقدر أهرب منها أنا كاريكاتوريست ما بعمل ماكياج طب اليوم أنت قلت أنه مساحة الحرية المعطات لألك بالكاريكاتور كبيرة بينما بالدول العربية لا يجرؤ أحدا على فعل هاي بترجع الله يخلي لبنان وخلينا هالنظام الحرية عندنا حرية أكتر ما عندنا ديمقراطية طب يعني حكم منيح إذا في حرية لا هيدا الحكم شيء والحرية شي تاني لا لا لتألك أنه كل أغلب الرؤسة الجمهورية المرأة بلبنان بالعكس رئيس ليمان فرنجي الوحيد الكرمني قدم لي قدم لي وسام استحقق اللبناني يعني مرتبة فارس وغيره ورئيس لهريوي كانت ربتك فيه يعني أنا خلقام زحل وهو زحلوي فيه معرفة بيني وبينه قديمة كتير من سنة الثانية وسبعين ورئيس لهريوي الله يرحمه شخصية كبيرة مش هينة بالسياسة كان يقولوا عنه تلميذ كميل شمعون بالسياسة رئيس لهريوي راح كمان بكير كان حر ومستقل وحافظ على لبنان وتسلم دولات عمل دولة منها شبه دولة إذا فكتولي بس أنت ما أنصفته بكاريكاتورك يعني في كتير أوقات كنت تهاجم وتهاجم كتير لرئيس لهريوي درجة يعتبروا أنك أنا كانت انتقاد بطريقة أوقات تكون قاسية شوي أوقات هو قبر أنه ما حدا بيقرب لبير صاديق الرئيس لهريوي لأنه عملت مرة صورة عن الجنوب والجيوب ورئيس جمهورية كانت قاسية أنا قديتها قاسية بالنسبة للي من شفتها لا قاسية الصورة نياب العامة اتصلت لرئيس لهريوي أنه يسمح له يحققوا معي نياب العامة فأمر الرئيس لهريوي ما حدا بيقرب صوف يرسل عندك حماية رئاسية من كذا كذا عهد استاذ بير اليوم عندنا مناخ سياسي عامر قديش هايدي المناخات السياسية بتخليك أروأ لأنه الموضوع هو بيجي لحاله يعني حتى مش مضطر أنك بالنهار كتير تتعذب لحتى تختار حدث مهم لأحداث كلها واليوم تصريح لفلان وفلان بيسب فلان هايدي مش سياسي ما عنا سياسي عنا سياسيين بس ما عنا سياسي بير صادق هل شخصية الكاريكاتوريست هي شخصية جدية قد ما هي جدية يعني تسخر بالأشياء أم هي شخصية ساخرة من الجد ساخرة من الداخل أوقات أنا بدمع من الداخل يعني أنه الكاريكاتوريست مش دوري يكون يضحك الناس هذا المضحك المبكي عليك الحال ومنه مهرج أبدا لأنه المهرج أوقات المهرج مضحك مبكي يعني نأسف أوقات نتطلع ونقول هايدي الحقيقة تبعنا بهاي الصورة الصغيرة ونحنا متأسرين نحنا زعين بعد فيه ناس بقولوا أنه لازم يضل يضحكنا بالمقساة لازم يضل يضحكنا لا أنا مني منهم يعني ما في فرق أنا بدي حس بالمقساة بدي أعمل كاريكاتور مقساوي صعب كتير هيدا الموضوع أنك اليوم من الحزن تعطي المضحك المبكي يعني اليوم تفرجيها بشغلة بطريقة يمكن جملة تكون تستخدم هي بسيطة جدا بس تكون بليغة كتير بموقعها عحد هيدا الصورة ما رأيت صورة أنا عملت صورة أعطيكي مثل شغلية صدمتني زعلت لمن الوزير نسيب لحوج طلع من المعرك الانتخابيين صحة أنا تستر أنه شخصية من هالنوع لازم تكون بالبرلمان اللبناني هادي شخصية مش أنه بيلبي طلبات الناس و بروح بيحضر مأتم أو بيحضر شخصية بتشرع بتشرع قوانين شخصية جدية مثل نسيب لحوج إنه يترك المعرك الانتخابي عملت عنه طلعت بجريط النهار عم بيشرب كباية ماء نسيب لحوج هاي طلعت بالصحف رسمته أنا عم بيشرب كباية ماء عم بقول من فكره في فمي ماء المتن حلو في فمي ماء المتن حلو يعني ليش ترك ليش انسحب أي بتخصه لإله حلو هذا الشيب كتير بليغ الأشياء اللي بتكتبها وأوقاتهم نسأل حالنا هل تعمقك بالأحداث؟ هل إنك بتعرف خلفية نسيب لحوج محافظ الألقاب نفسية؟ الرئيس الحاريني نفسية كل الناس اللي بتكتب عنا مشان هيك أو بترسمها مشان هيك لأنك متعمق جدا بالسياسي اليوم صار عندك توقعات كمان للاحداث يعني عندك قراءة للمنطقة وكيف ممكن تصير الأشياء؟ هيدا الشي بيكون يعني هل بتعطي تحذير قبل؟ في عندك سلسلة مثلا سلسلة نسميها سلسلة تحذير اليوم بتقول إنه بهيدا الرسم أنا عم نبه إنه أنا شايف إنه الأمور واصلة لهون بترسم اتنين اتلاتة بصير تعلي الدوز على قصة على سيرة علية السقف يعني بصير تعلي السقف شوي شوي وهل الناس بتفهم؟ لحقلك شغلتين أول شغلة من اللي تعلموها من جريدة النهار قالولي إنه هيدا الخبر اللي تقرأ بجريدة النهار ما تصدقوا كتير لازم تشوف ما وراء هذا الخبر ما هو وراء هذا دايما نقلوب الخبر بيطلع بيطلع معك مظبوط تحليل يعني ما وراء الخبر إذا قالولك فلان مات من الدحك ما تصدقوا ما نشوف ليش؟ ما مات من الدحك تاني شي على قصة شو قلت لك؟ قلت لك على قصة إذا قرأتك للاحداث يعني هي بتكون اليوم فيها تحذير للناس تحذير للنائب الصليلين عندك مرات أنا عملت مش انتقادوني كتبوا ليش عمل هيك كبير صادق مرة عملت صورة بالنهار صودة صودة تتبت الوضع صح هيدا نقوص خطر إنه هالقد متشائم شو صاير بالبلد من وقته لليوم بعد هاسفل إذا صارت اليوم لون رمادي غامق ما اختلفنا عهوى التأس سويا هيكا بس من وقته من كزا سنة مبعدنا بذات المقاسي والمقساة الكبيرة يعني طبعا كيف كراءتك للأحداث لقدام شوي؟ تستمر يبقى الحال على ما هو عليه؟ وضعه وحوالي غاية صودة؟ مش هاية مش أنا عم مانيش متل فلان وفلان عم بصر لا بقرة بالكف وكذا لا يلي شايفو منو مريح منو مريح للبنان لبنان لبنان مش هاك بدو يرطاح غير شكب في عدة أسباب اللي بتخليه إنو يضل بعمق هاي الأزبين يلي مش أزمتنا هاي أزمت يلي حوالينا لح يبقى ساحة لبنان ساحة صراعات إن ربحوا هاو أو خسرو هاو أو ربحوا هاو دي وخسرو هاو دي في شغلة مزمنة بلبنان مش هيك حلق هل بيحسدوك الصحفيين بيحسدوك الصحفيين بيحسدوك الصحفيين لأن صفحتك يمكن مقرؤة أكتر أو مطلوبة أكتر دي أسهمك أعلى من كتير من الصحفيين بيكتبوا سطور وسطور ومواضيع إنشة في السياسة ولكن بتعلم صفحة فيار صادق تصدق إنو ما فكرت فيها يا الأستاذ؟ أنا فكرت شو رأيك؟ أنا ما فكرت أنا ما بحب ما في حسيدي ولا دي أتعيني حدا بيحبت عزيمتك حتى من نفس الخط اللي بتنتمي إله يحبت عزيمتك بعد شو الخط؟ لا لا فردون فردون شو الخط اللي بنتمي إله؟ سياسة جريت النهار جريت النهار ما عنده خط سياسي واحد ما عنده خط سياسي واحد لا تليفزيون مستقبل أنا عم بعطي التليفزيون أنا مني ملحق بحدا يعني مني موظف بتليفزيون أنا متعاقد معهم بعطي التليفزيون متل ما متعاقد كمان مع جريت النهار جريت النهار أوقات بعمل كاريكاتورات ما بتنزل ليه؟ ما بيتقبلوا وأنت يعني ما عندك مشكلة بهيدا الشي إنك تتعذب وترسم وتحط فكرك طوّدت 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 في يون ما بيقدروا يحملوا هالكاريكاتور أفضل شيء قلتلون أنا تفهمت يعني النتيجة إنه بتقدروا تقيموا الصورة بس ما في غيرها ما بتعطيهم خيارات؟ لا بينزل بلا كاريكاتور بلا كاريكاتور نيحة هاي؟ إيه؟ بلاش تستفزيني هيدا الشي لا يثبت لك عزيمة مش تاني نهار يعني لأنه رفدت صورة قبل بنهار بترسم صورة شوي أحمد بصدتي أنا بهيدا العمر بعدني طموح عندي طموحات بعدني بحلم مش قصة عمر بالنتيجة قصة طموح والفكر طبعا الفكر وبحلم وكل يوم إنه أنا نازل أعمل نين كاريكاتور بعدني بنتوج وبحب هالشغلة في تحدي لنفسي يعني أنا عم بتحدى حالي كإنسان بس هيدا الفكر شغلة مهمة تقدر ترسم بمكتبك أستاذ فيار مش بمطرح تاني ولا ولا بأي لحظة ممكن تلقى الورقة أو قايت بتضطرين بتكوني برا بتبعثي صورتك من برا أو بتكوني بالبيت ما بديك تنزلي ببعث الصورة لا برسم بالبيت بس المكتب يعطيك جو كل الإنفعالات اللي بديكيها وأنا ما بحب حدا يكون حدي أنا عم برسل لا وحدك هادي هادي لا موسيقى لا حدا موجود ولا شيء في نوع من الصمت وأنا هيك هيك شغلة في رسومات ما فرجيتها لحدا أو خارج نطاق البيت ما فرجيتهم إياها رسومات بتخصك إليك إذا طلعت بتجرح كتير وبتكون بتشعي لا أليلي بتشعي الفتيل أليلي أليلي بس ما احتفز فيه آه طبعا ما احتفز فيه هادي بينزلوا لن بعمل كتاب رح يعني رح يطلعوا للنات هالكتاب رح يكون عليه رقابة برأيك رقابة كبيرة فيك تحط صورة اللي بدك إياها أنا ناشروا لا ما في رقابة ما في رقابة أبدا لا إبعثوا لوزارة الإعلامي رقبون أو كذا رقابة عسكرية أو مدنية لا ما في منها بلبنانة ما في منها هاي ما رأنا فيها سنة السبع وستين بالحرب العربية الإسرائيلية بس من بعد ما ينشر هيدا الكتاب ممكن إنه يكون في كتير حساسيات أنا طلعت كتاب بسنة السبع وسبعين كلنا على الوطن قصة لبنان من الثلاثة وأربعين للسبع وسبعين فيها جميع الشخصيات اللبنانية السياسية والعربية والعالمية منع من البلاد العربية ما فوتوا على البلاد العربية بلبنان كم موجود؟ بلبنان يلي طبعتهم بشو بسيقل البلاد العربية حتى ما قابلوه؟ لا مش مبيع ما عندي منهم ليش بشو أسائل البلاد العربية؟ بوقتها كانت البلاد العربية ما حدا مهتم بلبنان يعني ما بخلى ولان بقى بكل البلاد العربية ركزت على هيدا الموضوع بكتابك 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 من القريب ومن البقى لحنا نرجع نحنا وياك من بعد هيدا الفاصل بير صادق لحتى نحكي عن معرض الكتاب ليش ما عملت معرض كتاب من زمان لها لا لا يعني آخر مرة يمكن سنة الأربعة وثمانين إذا أنا مش غلطاني من زمان كتير عملت معرض لك كتابات رسوماتك رسوماتك رسومات أيمنوا شريتها بالجرائد يعني معارض خاصة نرجع معك لحتى نحكي عن الكتاب وأهميت يعني زمنا نقول حصر هذه الرسومات بكتاب واحد لألك بدي أسأل سؤال أنا هيك بحشريتي بأعرفه هل إذا شفت كتاب كاريكاتور ممكن أعرف تاريخ بلد كامل يعني إذا أنت صدت أنك أنت بلا ما تكتب دي صعب بالصورة بس أنك تأرخ تاريخ لبنان على الأقل هيد الحقبة اللي عشناها من ثلاثين سنة لليوم إن شاء الله مشروعه؟ نعم بتم عمل عم بعملها بلا كتيبة ولا في كتابة؟ لا الصور يلي نشروا أنا بدي جمع الرسومات أعمال العمل الكاريكاتوري اللبناني من وقت ما بلاش تاليوم كم عهد مرأة علي فيه من كل عهد كذا صورة هادي مؤرخين بالكتاب يعني كل عهد بتفهم السياسية اللي ما رأيت على لبنان ومين عمل هالسياسات لا يومنا هذا يعني إذا كان أجنبي لا يدرك الوضع ممكن من خلال الرسم يعني بدي شوف أنا قوة الرسمة كداش ممكن تكون أسهل وأبسط أو أكثر تعقيدا يمكن على الناس اللي ما بيقروا عربي أو ما بيعرفوا الوضع بالبنان عندي عندي مجموعات كتيري أنا حافظها الأوريجينال الصور أنا حافظهم كلهم يعني بيطلعون فقل عشرين ألف صورة اللي بكتفل شيون وتعملي تستخلصي كتاب منهم شغلي كبيري طبعاً شغلي كبيري مش النهار باش النهار أنا تركت النهار شي 8 سنين رجعت الله وقت الحرب طبعاً في جراية تانية عطيت جريدة العمل 8 سنين أنا شوفي وين جريدة العمل هل هذه الرسمات هي حقك الشخصي مش حق يعني إذا بدنا نحكي حقوق وحقوق فكرية هي لألك حقي أنا كلهم بس حق العرض هني يعني حق العرض حق العرض إيه؟ مثل تليفزيون تليفزيون 16 سنة LBC عندي المجموعة أنا وهلأ كمان بالفوتشور رح يصير في معرض لرسوماتك؟ لا بعتقد كتاب كتاب كبير أجزائي يمكن يطلع ويمكن يكون معه معرض معرض مش منشور رسم كلاسيكي كاريكاتوري يعني رسم بنتور يعني كاريكاتوري لأنه في رسامين كبار بالعالم من زمان عملوا التابلويات كاريكاتور ليش لش بلبنان؟ إنه الكاريكاتور يبيحطوه بالمكتب يبيحطوه ورا الباب إذا بدو برزوه يبيحطوه بالحمام حكينا شوي عن فن الكاريكاتور هو أول شي كلمة كاريكاتور من وين أجت؟ من واحد يوناني قديم اسمه كاريكاتي تطورت الكلمة كاريكاتور ربعا شو مش هي الكاريكاتور موهبة ما فيك تتعلمين ما في مدرسة الكاريكاتور بكل عالم إذا عندك موهبة الكاريكاتور بك تفوتي على الأكاديمي تدرسي أصول الرسم لأن الكاريكاتور هو مختصر للرسم الكلاسيكي فأنا عملت هالشغل فطع الأكاديمي وتخرجت ثلاث سنين بالرسم الكلاسيكي تكون ماكن بالرسم لأن الكاريكاتور فن قايم بحد ذاته ما إلو علاقة بغير الفنون هادي مشكلته وصعوبته الكاريكاتور مش مقدر الكاريكاتور برأيك بالعالم العربي بلا مقدر مقدر اخذ حقه عم تقول ما في معارض ما في يعني ما في فنانين بيعملوا معارض للكاريكاتور ما في يمكن كمان معارض مشتركة ما في بلا بلا شو كان عنا معرض مشترك من كذا من شهرين هون بلبنان ما اشتركت فيه كمان وزملاء لقليه كان الأول ولا كان فيه قبله قبله قليل يعني كان يطلع كتب أبطر شي كتب بس معارض قليلي الكاريكاتور أنا كنت أعمل معارض أنا انطلعت من الكاريكاتور عملت الرمزية من الكاريكاتور للرمزية يعني وكل معارضي فيون شي لبنان فيون شي لبنان والحروب يا الخريطة يا الاسم اسم لبنان يا خريطة لبنان اشتغلت عليها كتير هذي واخر معارض للي كان بواشنطن ومعدت عملت معارض من زمان بواشنطن أربعة وثمانين أربعة وثمانين صح كيف كان الإقبال على هذيك المعارض يعني بهاذيك الأيام كتير كتير مني شو بدي أقلك لماذا ما عدت؟ نعم؟ لماذا ما عدت؟ يعني ما عدت التجربة بواشنطن؟ ما عدت لأنه لبنان دخل بظروف كتير صعبة ووقفت المعارض بالبلد وتأحموا المعارض واخدوا لبرا ما بعملها برا الكاريكاتور بالنسبة لأقلهم نحكي الدول الغربية كمان نفس الشي بيتقبلوه بروح في ناس بيتقبلوها بروح طيبة في ناس بيتقبلوه بزعلي مثلا خبري خبر خبري خبر سنة السبعة وسبين إجتني دعوة ضيافي يعني من صديق لإلي بالسعودية رحت لعنده استضافني وكذو طولت القصة بعدين قلت له قلت له شكراً على الضيافي وأنا مجايي أقعد هون جايي هو كان بده يخدني يعمل تعاقد معي بالجريدة فا اعتذرت قلت له أنا نازل على بيروت هي معرض حضر معرض عن الحرب اللبنانية وعن شي عن السعودية قال لي عاد رح أعطيك كتاب أقدم لك كتاب جدة بالقرن التاسع عشر جيت له هون مدينة جدة ايه بالقرن التاسع عشر فيها رسومات وفي أقرأ ريتو جبته معي لهون وحضرت معرضة تسعة وثلاثين لوحة بنتورة شو كان مصيره لا عرضتهم بالسعودية وكان الافتتاح بجدة بلس بوتال كان وإجوا الأمرة وإجوا أجانب مبيع المعرض بس ما أبطت خلص تتذكر خبرية رئيس الوزراء هارولد ويلسن لما كمان زعيله منحس نحن نفكر أنه الأجانب أكتر هادي أنا دعيت مع زملاء للي للوندن كان في مؤتمر للكاريكاتور العالمي هادي سن تسعة وسبعين يتبينين رحنا من هون قالوا لي أنه هن اللح يرسموا رئيس وزراء إنجلتيرا ويلسن يوم حضور والمعرض بدوا يحكي كلمة بيرسموا منرسموا ومنقدم له إياها طي ينضيلنا إياها قالت له أنا لا لا أعمل شي تحت أنا بدي أعمل شي خاص إنتوا صفلوا طلبتكم راح تحضرت لوحة لوحة صغيرة هاك وعملتها سياسية أنا صورتها لقلو الفلسطين جاي لك فرسمتوا لويلسن بشرب بيب هو غليون طلعت غيمة من الغليون مكتوب فلسطين بروبلم ماد إن جريت بريتان المشكلة الفلسطينية تبدأ من بريتان صنيعات في بريتانيا صنيعات في بريتان واللوحة وربطناها بشريطة إجا ولسن اللي خلص كلمته على الميكرو هي وقوم أنا عم بقدم له اللوحة بيخدها مني بيخدها مني وبيفتحها هيك عمهرو هي إريها قطبش بينه هي لفة إجا سكرتيرو طي يخدها منه ما عطيها راجع ليها ما قبلها ما قبلها أنا صارو الزملاء لقالي خافوا إنو هاو كلهم إسرائيلي ويهود وإلى آخر وكل صورة رفض الصورة في قينيا هادي بالنسبة لقالي كنز هادي في التلفزيون اللي عم يصور رئيس الوزراء نقل عليه صور الصورة لا قال لي شو صار شرحت له القصة قال لي فرجونا الصورة فرجيتم الصورة المعنى بضبوطة وهيك انتهت على سلامة كمان في موضوع كتير مهم هو المرأة اللي ما بيقرب صوبة في رصادة هلا نحن نفهمها من كذا من قالك ما بقرب صوبة بالكاريكاتور ما بتقرب صوبة المرأة بنكون واضحين هيك ليش هل يعني اليوم فينا نعتبر اعتبارات كتيره هلا أنك تراها دائما جميلة والكاريكاتور ممكن يشوها أو لأنه المرأة ليست عنصر فعال ولا يستاهل منك انك انت تنتقدو ولا حتى يعني ما بيغير الموازين كأنه يعني كأنه المرأة موجودة إضافة باختصار باختصار لا المرأة عندي انا جميلة جدا دائما بشوف كل المرأة جميلة جدا ما بتعطى معها كاريكاتوريا إلا إذا دخلت المعترك السياسي أنا رسمت بهية الحرير صارت نايبة لمن كانت نايبة رسمت رسمت نايلة معود عدة مرات ما رسمت غنوة جلول يعني بعض النساء رسمتهم لما كانوا حملين مسئولية وبعدهم بس إني أقصد بس مرأة بطلة المرأة مرأة بطلة برسوماتك لا أذكرتني أنا بالتسعة وستين سبعين عملت معرضة بستانجور كان اسمه شو الجو المخملي المجتمع المخملي في بيروت عن سيدات المجتمع لما رسمت ستة وثلاثين سيدة بالمعرض نا 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 رسمت لهم البورتري والكاريكاتور تبعا بدي أعدي اللي كيون فيك تعدي اللي كيون كانت جميلة الخليل ومنا الصلاح وكثير كثير نساء المجتمع المخملي في ذلك والله يرحمها أمات فيكتور طبعا كازينو خبرني عدد تفعل النساء بهذاك الوقت لما شافوا الصور ونبورتري ولما شافوها كاريكاتور لا كلهم اطلعوا بالبورتري ما اطلعوا بالكاريكاتور شو عملوا بالكاريكاتور؟ أخدوه أخدوه مع القوت هل الكاريكاتور اليوم يعني ممكن يكون بجمل يعني ممكن ترسم شخص كاريكاتور بس ما يشوف حاله بشع يعني ليش الكاريكاتور ببشع؟ هذه ناحية مهمة الكاريكاتور كتير حلو الكاريكاتور كتير حلو الكاريكاتور بس هو يركز على العيوب يلي يفهم الكاريكاتور ويتفهم الكاريكاتور لوحة كاريكاتور لوحة لما بتطلع بشخص وبتقرر انك بدك ترسمه كاريكاتور ما بتطلع على عيوبه يعني ما بتطلع انه مخاره شوي اكبر من وجه او مثلا ناصح من هون لا 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 هادي تجي تجي طبيعية انتو عم ترسمي لا تتعمد ان ترصد العيب لا 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 انا بتطلع بالعاسوب يحيه قدامنا اذا بيصورها ايلزابيت تايلور هون بتشوفي نسبة العينين عنده والحواجه قد وجه كله شو الظاهر بقى العينين او الماكياج طبع العينين مظبوط ظاهر اكتر من منخاره او من تمه او كذا يعني دايما النتوءات هي اللي بتلفت لك نظر مش بتشيل انت عم تطلع متى ما عم تطلع انا بعيونه هون في بلاك سوركلز يمكن في الدائرات سور متل حد منا يوسف شهين الله يرحمه يوسف شهين وجهه كاريكاتوري كتير وجهه كاريكاتوري كتير يعني بدون ما تعملينه كاريكاتور يرسمي العوينات مثلا شو التجارة دايما لا 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 طريقة الفم عنده العينين البوبو طبع عينه كبير كبير يعني فيك تظهري قد ما بدي بعدين هادي هون شمية وعنده كتير شمات لا كل وجه له خصوصياته مثل غندي غندي شغلة مهمة لا الكاريكاتور بلا ما تعملي كاريكاتور ترسميه ناس هو كاريكاتور يعني تقطيع وجهه والتعبير بوجه كاريكاتور تقصد مضحكة يعني لا لا ما انها مضحكة كيف يعرفون معبرة معبرة طبعا شرلي شاب يعني عندك وجوه بلبنان مش خرج كاريكاتور كمين ما بيطلع منها في اوقات في اشخاص بتتركز رئيس شمعون انا كنت اتعذب بصورته لانه رئيس شمعون ما في دفو بوجوه كان رجل جميل جميل على رجوله صح ايه مثل الاغريق ايه تلاقيك انه تمسال كان اشبه بلممثلين للسينما العالميين يعني كان ايه يعني بكتر اسمي له كاريكاتور تابعه بدك تعاني تعاني كتير انك طلق طيله شي بوجه غير شكل عند كل اغتيال عند كل اغتيال تضطر انك انت تطلع بكاريكاتور ادي صعب بالنسبة لها ايه اغتيالات بس حتى بموتة فننين كبار او شعره كبار انا حاضر اني كرم يعني نوعا ما كرم هالموهبة يلي فقدناها او هالشخصية الفزة يلي تركتنا وراحت اتيه هذا الشي صعب بالنسبة لك ايه اوقات صعب كتير اوقات صعب كتير صعب الرسمي اكتر او الكلام اللي حد الرسمي بيكون بوقتها شو الاصعب سوا سوا اخترعت او قدمت تحريك الرسمية الانيميشن بالكاركتر وكنت حتى سجلت هذا الاختراع لانا كنت سباق في هذا الموضوع كمان بوقت الاغذيالات بالمواقف الصعبة بتقرر كيف تحركوا للشخص كيف بتقرر تحركها يعني هالحركتها بتكون بطيئة بتكون بعيفة بتكون مهزومة قديش يعني بتفوطي اليها زوم انت لو بقولوه اوقات بتجي بيها من بعيد وبتقربيها لكي ناع ناع الاستشهاد والشهاد يعني ما فيها مازحة والموسيقى بوقتها بتكون لا الموسيقى الجينيريك جينيريك تبعي بس ما بتضيف موسيقى اوقات اذا فيه اغنية اوقات اذا فيه اغنية بخفف الموسيقى الجينيريك طيب تطلع الموسيقى الاغنية اعلى بس الوقت الاستشهاد وقت الموت ووقت الهدى بدك تحني راسك لا شكل وفكرك تقلبي صفحة منه وتفكري غير شكل تبعدي عمك هيدا ما عد كاريكاتور هيدا شي رمزي صار فيه فرق بين الكاريكاتور والرمزية بتكون يومتها بتكون عم تقدم شي رمزي عم تقدم تحيي كأنه فردا انا يوم استشهاد الرئيس الحريري طلعت ثلاث ساعات قاعد مثل الهبل يعني فيه شي بتصدقي اقوى منك فيه شي ما بتصدقي لو طلعت بصورة يومتها نسيت شو هي قلت كلمة حلوة بوقتها قلت انا مني مصدق وعبالي ضل مش مصدق لحتى يضل يضل بحاسس انه هو جوه لا هو هو عم بقول انا عملته قدمها هاي الصورة بطها صورته عم بقول انا مش مصدق انه رفيق الحريري مش مصدق انه غتلوه صح عملت واحدة على الفيوتشر عملتها حلوة كتير بسمت البروفيل طبعه وكتبت ووضعت الريشة حطيتها ستبقى رفيق ريشتي حلوة اه يعني اوقات تكتبي كلمة او تضرب خط بس بيعطيك التعبير البديكيه وتترك خليشوف الناس كتتتأثر فيه اه يعني اذا بد استعمل كلمة خطير بيار صادق بتحسه كتير كبيرة لانك خطير بتحليلك للامور بنظرتك للاشياء لانك كتير بتختلف عن يعني اليوم طلعنا على الصورة سوا شفت اشياء كتير بخطوط وجه الشخصية بتشوف اشياء كتير فينا نحنا متشي فينا حتى يمكن بحالنا هادا روح من الخطورة عندي قوة الملاحظة الملاحظة بالنظر يعني انا بشوف غير ما بتشوفي حضرتك يمكن مبارش في كتير بيشوفو مثلي بيحققوا يلي بيشوفوه من هيك بتعذب في عذاب في عذاب انه الواحد يضل ينتقد ليلة النهار ويشوف غير شكل صح ينتقد حالك وبيشوفو تنتقد رسوماتك بنتقد حالي انه وعشو وعشو شو وعشو شايف حالك انت شايف حالك اي انا بقول له نفسي اه انا بحكي حالي بالمراية هل انت بتقول عن حالك شخص شايف حاله اه اوقات اوقات عاشو مش عاشي انا كتير متواضة بس الواحد بيازم ينتقد حالك طبعا مش انه يعيش بال بيبرج عالي انه هو فنان وبيجيب باديجاردس وعشو وقصور وكذا لا لا خلاص وبعدين انا ضد انه الالقاب تشلح على الفنانين الكبار مثلا وضيع الصافي ناقصه لقب ابدا ما هو اسمه لقب اسمه جبل هو ما اسمه لقب بيت صح اطلق عليه او شلح عليه اه شو الدكتور شو دكتور علق بالموسيقى في دكتور في دكتوراه بالموسيقى في اطروحات بقدموها بالموسيقى بموضوع معين يعني هاي دكتوراه فخرية لا 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 يحتاجها على كل حال ما بيحتاجها بس متل ما بير صادق بيطلع رسومات تنتقد العالم يمكن في صحفيين مش يمكن اكيد في صحفيين بتطلع القاب لحتى تمدح الناس تعظم فيهم يعني جزء من اختصاصه حرين حرين بس انا ضد الالقاب للفنانين الكبار يلي اعطوا يعني سفيرتنا الى النجوم فيروز مثلا شو يعني اطلق علي هو صدنا محترين من اطلق لنا يمكن سعيد عقل الشيء علي كبير سعيد حصلت على جائسته وعدة مرات مرتين اه خي مرتين مرتين اه يعني لك التكريم والجوائز يعني هذا هيك سؤال على الهامش لا اللي ما بيعترف بالالقاب اكيد ما بيعترف بالشهادات وبالتكريمات بشكر كل مين بيتلفظ بهالكلمة اتجاه او بيعملي حفل التكريم او كذا بشكره بس بيني وبين نفسي ضد انا ضد ضد كل هذه الاشياء الدنياوية الفانية فيه مثل كتير وفيه مثل غيري كتير وفيه انه نعمة تسليه فيار صادق انت معزز ومكرم بقلوبنا واكيد حاضر دايما كل يوم معنا بيومياتنا يعني دايما احنا منشوف خليني اتنفس هاي دي لحتى ما تتواضع كتير وتضلك شايف حالك لانه بيلبق لك هل تصنف تحب تصنف حالك دايما لبناني او عربي او العالمي شو منقول عن بير صادق لما نقول الكاريكاتوريست انت عالمي لا بلش باللبناني لبناني انا لبناني شو بيعني لك لبنان المختصر يعني لبنان بلدنا كلمة كتير كبيرة بس انت الذي تحلل كثيرا انت الذي تبحث كثيرا تقرأ كثيرا يعني تتعذب حلو عن لبنان شوي هني بتقولون حلو عن لبنان وللبنان شو بتقولون تحمل والموجودين لللبنانية لللبنانية والزعمة والسياسيين والشعبويين والبديكي هون انه ارحموا لبنان شوي ارحموا لبنان فكروا فيه كيف تنطفوه تنطفوه يعني نضفتوه بس هلق كيف تنطفوه بقيا وترجعو شوي من جمال لبنان اذا بدك ترسم لبنان غير الخريطة غير الارزة غير اي خط اعتمدتوه اي رسمي اي شي صورته شو بترسموه زهرة بترسموه شي عم يتعذب شو بترسموه غير لبنان لبنان فوق الغيم هاك لبنان الطاهر الملاك الاله اله فيه نوع من الوهية بلبنان طبيعة طبع لبنان مش يلي السكنين لبنان نوجيتي الى رأيي اذا هادي الخريطة اللبنانية اذا بتتحرك وعليا اللبنانيين باعملها مثل من خل بتغاربين الغربان يعني رهوش مني وجر إن شاء الله ما نقشط من هيدا الغربان إن شاء الله نضلنا على الأنين رح أحكي شوية أنا وإياك سينما فن السينما فن عظيم وكبير وإحنا أكيد اليوم حوالينا نجوم السينما العربية والعالمية شو بتعني لك السينما بالمطلق يعني هيك بالكبير وقديش حلمك أو ممكن أنك تعمل فيلم مثل أفلام وولدزني مثلا وولدز ياريت أنتاج ياريت انتاج كبير وبعدين مكلف ولحد اليوم ما حدا فكر بلبنان أنه ينتج هيك فيه توما مثلا بيكون ستارينج بيكون نجم هذا توما هو هي الشخصية اللبنانية بالشروال وبالبادة بيكون الاستعر بهذا الفيلم ليش لا؟ ليش لا؟ ياريت ياريت بدك هليودي بدك سعي منك بس نعم يعني بدك هلا مش ضروري يمكن يكون حجم الإنتاج هليودي بس أنه يكون على القليلة فيه إمكانات خاصة يعني هيك معينة ميزانية هيك عم تضربي على الجرح مظبوط أنه أولا بده وقت بده رسم كتير وبده وقت ياريت في السير طب إذا إذا رسمت قصة توما هيك لنحكي شوي مخيلي اليوم نتخيل بالسينما إذا كان توما اليوم في إنتاج لإله وفي عندك وقت لحتى تعمله فين؟ يعملولو فيلم مش ضروري الكارتون يعني فيلم كارتون لا يعملولو فيلم حقيقي يعني بدك تعيش ولا توما اه أنا المعيش مايكل أنجلو أنا المعيش توما يعني توما هو داخلي داخليتي أنا هو توما تركيبة شو؟ لمن مبدي أنا حط سياسي أو شخصية سياسية بالصورة تعبر عن شيء يعني خليني أنا أعبر من خلال توما يعني توما هو بيير صادق؟ يعني توما هو بيير صادق؟ هو بيير صادق توما؟ نهي يعني أنا يعني أنا مش كتير بيصدق وأخدت شخصية توما يعني اسم عملت هاي الشخصية اللبنانية لأنه هو كان من تلميذ المسيح وما كان يقامن غير ما وضع أصبعه بالجرح بس نحنا اليوم اللبنانية مآمنين اليوم توما بلبنان محتار هو محتار لبنان اليوم بي أو توما بلبنان أي الجرح بدي أحط أصبعه فيه قد ما مجروح لبنان طيب ليه ما فيه شخصية نسائية كمانا ستارينج مع توما؟ مرته وين مرته؟ لتوما حقيقة يعني ليش ما منشوف المرأة اللبنانية اليوم غائبة بكاريكاتورك يعني إذا بدك يمكن هيك جربت جربت أعمل كتير رسومات وبالرسم اخلق شي مع توما ما توفقت كيف يعني بتقصد ما توفقت؟ ما توفقت أنت ما عجبتك؟ لا بإظهار هالشخصية النسائية يلي بتكون بتكمل بتكمل توما ما توفقت هيك بدو يضل أعظف كل حياته؟ مش أعظف أرمل آه ماتت ماتت مرته سعادة الفنان تبعث اليوم هيك المقدرة يمكن أكتر يعني يوم أنت لما بتكون سعيد بتشوف الأشياء سعيدة بس بحالة الكاريكاتوريست بدو يرصد الأشياء العاطلة وينتقد ما فيه سعادة صعيدي داخلية؟ سعيد بحياتها؟ أنا سعيد مش بالكاريكاتور سعيد بإشياتين سعيد بحياتي العائلية سعيد بولادي سعيد بأحفادي سعيد لكل بس الكاريكاتورش شغلي تاني ما إلا علاقة بكل هالسعيدي يمكن فيه سعيدة بالكاريكاتور إنه انجح بالكاريكاتور يلي عم بعمله فيه سعيدة داخلية أن تؤرخ لنفسك لا تقدر يعني تبسطي بحالك بشكل بصيري خفيفة أول ما بيشوفوك الناس يعني بيعرفوا أنك بير صادق اليوم نحن عنواننا العريض الشهرة بيعرفوا أنك بير صادق شو أول شي بقولولك شو أول شي ناس هيك الأفرج العاديين ما بيقولوا شي بيطلعوا فيه بيتحقوا أول شي أول بد يتفعل بيطلعوا فيه بيتحقوا أنه أنا كاريكاتوريس تبديحقهم حلو بعدين سيشاغلة كتير حلوة يعني إذا الناس طلعت فيك بيبش بيبيعبسة بيطلعوا فيك بفرح يعني هايدي أنا أكتر شي بحبة فيه لكتير من الناس بس يلي أخدين مواقف ضدك أو معك وكذا وإلى آخرها بس أنت مش مفروض أنه يكون اليوم الناس كلها يعني ترسم للناس كلها يعني ما تكون ما تكون مع حدا ما بتقدري فينا نعمل هيكي لا لا ما بتقدري بخصوصا باللبنان حجر على يمكن خطك السياسي أو تكون لكل اللبنانيين خاصة لللبناني لأنك اليوم كنت نحنا يعني بحكي من حالي نحنا تربينا على كاريكاتور أنا ما كنت أفهم شي من نشرة الأخبار إلا أجي أنطر بالآخر الموسيقى لأنا كانت كتير حلوة وأتفرج على الكاريكاتور أنا صغيرة اليوم إذا أنا كنت مع ذاك الفريق أو ذاك الفريق يمكن ما ينسبني أنه أنا شوف بير صادق متحيز لفريق يلي بعذرني يعذرني على هذا التعبير بس أنا يمكن ما بنسبني عبيلي شوفه لكل لبنان هل أنت لي كل لبنان؟ وما في غيري؟ يعني شو بدي يعمل تيعمل كيار صادق متحالي فادي بس أنت حالي خاصة بن yapılقالنا أنا حالي خاصة وحالي خاصة فيي أنا أنا ما بقدر تيه ما ممكن أنا مواطن لبناني تذكرت لبنانية وفعلي لبنانية ما بقدر شوف واحد متحذب غير لحزب لبناني ما بقدر مش قادر شوف لا على التليفزيون ولا على الإزاعات ولا اسمع ولاش إنه واحد لبناني كان وزير وكان نايب قاعد يبهدل بلبنان بمطرح تاني دولة تاني ما بيقبله وما بيقبل واحد بحزب غير لبناني ما بيقبل مش الكل اليوم عم بيبهدل بلبنان الكل اليوم عم بيبهدل بلبنان لا أنا ما بيهدل سياسيين أنا عم بيحكيك عن شخصي أنا هيدا الشخص المؤمن بلبنان وخلق بحب لبنان هل تكرم الناس برسمك للكاريكاتور لألون؟ هني بيفتكروا هيك هيدا البلسة في ناس بفكر أنه حتى في ناس أنا بعرف أنه بيدقولك حتى ترسمهم أنه بليز سكرنا بشي كاريكاتور هذه صارت عدة مرات معي من زمان أنا يرحم الرئيس تايدين السلح فيت على النهار هو ظاهر كانوا جايبين صرتوا أنه يمكن الرئيس يكلفوا بالتأليف الوزارة قلت له إن شاء الله خير يا تايدين باك تعرف شو قال لي عم بيصليلي صليلي صليلي كيف تعمليها كاريكاتور هي كيف عملتها كاريكاتور؟ ما عملتها إنه هيدا الكلمة بتكفي إنه هاي كاريكاتور لقطة فيها لقطة فيها عم بيصلي؟ صليلي صليلي تايدين رئيس وزارك مع إنه تايدين السلح شخصية لبنانية عربية مهمة 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 هاي الكرسي كلهم هاي الكرسي هاي كرسي مش كرسي مش كرسي تنعي هاي خطيرة الكرسي بتليق تلبع فيه أنا شخص شخصية خطيرة يعني أنا اليوم اكتشفت اكتشفت ليش أكتر وأكتر ليش بير صادق شخصية خطيرة كيرمال لهذا الكرسي؟ لا 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 أنا حكيت معك لنروح شوي للسينما كم دقيقتك للسينما بس دايما هيك الاشياء الحقيقية بتشدني معك أكتر لأنه يعني هي جزء من تركيبتك قصة ناجل علي تعرفها؟ هل ترعبك؟ اطروا إلى بالسينما الفنان نور الشريف مثل دور ناجل علي مش دوري مثله واغذياله وقصته الكبيرية بس شفناها حتى أثرت أثرت بكتير ناس الله يطول بعمرك ويحميك ويحمي كل عائلتك ورح صلي لك صلي بس هل اليوم بيجي ببالك ناجل علي أو قاد؟ صديقي كان كان يقولولي أنه شو الفرق بينك وبين ناجل علي ناجل علي كان عايش قضيته كان بلا وطن ناجل علي كان بلا وطن صليب وطنه صليب وطنه وقد حياته كلها يعمل كاريكاتوره صور رمزية عن وطنه حدا يسترجع له وطنه هاجم أبو عمار هاجم كل القيادات وإسرائيل والبديكة وهاجم اللبنانية كمان بس ردولي وطني في ناس بحملته لناجل علي فضح إشي كتير وأنا كنت بتمنى ما يعملوا فيلم عنه سينما ليه؟ يخلوه هاك بشهادته بعزريته بمنصبه بيعرزاله لوحده هل شفت الفين؟ هل شفت الفين؟ مش هيدا لا يسيء إلى ناجل علي بس مش ناجل علي كيف هو ناجل علي؟ إذا بدك كتير ناجل علي واحد إنسان طيب وكان طيب بالفين وكان طيب وخجول بالفين خجول ما بحب كترة الناس عايش قضيته بده وطنه الزلمة قلتلهم أنا أنا عندي وطن أنا ما تركت وطن ما عندي هالقضيه هيدا الفرق بيني وبين ناجل علي أنا أرسامت عن وطني لأنه أنا بوطني عايش طبعا وهجمت وانتقادت يلي كانوا يحكوا ضد وطني لأنه أنا عايش بوطن ناجل علي الله يرحمه ما عنده كان ريك يتبدو وطنه يرجع لطراب وطنه ما رجعوه لطراب وطنه ما رجعوه بعده مدفون بلندن مظبوط مظبوط ولا لا مظبوط شو اللي زعجك بالفين لنرجع لتركيب تلفين بس ذات هيك شو زعجك؟ بتعرفي شخص بتكون يعيشي مع الشخص وبتعرفي قصته بتحضري عنه فين ما بتلاقيه بس هذي هي الحال مع كل يمكن الشخصيات التاريخية اللي منشوفها يعني كل المقربين منهم بيحكوا نفس الشي بس هذا الفين ما يبقى في الذاكرة يعني اللي ما عرفوا مين ناجل علي ممكن نزل حضروا الفين ده الشي بيقرخ لقلو بيسبت لقلو أكتر أنا في شغلي يعني عم بتسئل عنه إنه إنتاج إنتاج ناجل علي وين هو ما بتعرف وين هو ما عندك فكرة أنا بشوف جريدي اللي يغتلوا وغتلوا معه ورسوماته لا مستأسرة برسوماته لاش للا بحقيقي مصبوط ما بيطلعوا رسوماته غير بجريدة السفير وين المرسوماته مستأسرة فيهم جريدة السفير هي اللي عملته هي الحضنط برك الورسة هن اللي يعطينا الحق مين الورسة مين الورسة وين مرته وين زوجته ما بتسأل عنهم ما بتعرفون ما بتعرفون ما بعرف في مؤسسة لناجل علي على حد علمي ما بعرف ما بعرف إذا في مؤسسة وين هو انتاجه ناجل علي رسم ألوف الصور وين مش سؤالة يسأل صح هذا زميل لألي كان عظيم جدا إذا أخرتنا هات نحنا كمان هات كارثة ان شاء الله لا انت معي خبر انو نحنا رافضتنا نقابة المحررين ونقابة الصحافة إلى أي نقابة عندك نقابة خاصة لا ما في نقابة لماذا لا تترقاس نقابة ليش ما بتقدم نقابة المحررين ما بتدخلنا بنقابة المحررين تعتبرنا نحنا مش عالميين ولا صحفيين عال ليش ما تعملوا نقابة خاصة فيك وعن زملائي صح مصبوط نحنا مش خرج مش هلأت تنعمل نقابة نحن إذا طلعنا جمعية عالب مرة قعدنا وكان بينتنا طب نقابة الفننين مثلاً أنتم فننين ليش ما بتروحوا على نقابة الفننين فننين نحن منا من مسلين نحن منا من مسلين من دخل توما طيب توما يحكي عنا ندخل توما و لا نقابة الصحافي لأنه نحن مش أصحاب مش أصحاب شو بيسموه جرائد تب أركي هيدا الغيرة اللي أنا حكيت عنه أنه صفحتكن الكاريكاتور أهم من صفحة الصحفيين الكبار كتير مهمة يا أختي شو بدي أقلك أنا من زمان لما كنت أرسم يعني زمن القديم شوي كانت تعرض جريدة النهار على سحة البرج مع كل الجرائد بس جريدة النهار كانت تعرض للكاريكاتور صفحة الأولى لا الأخيرة بالقلب بعدين كل معظم الجرائد أخذوا عن النهار زيت الصفحة شكرا لحضورك الغالي بير صادق عزبتك عزبتك أفضا بالعكس ألف شكر الكون تعرفنا أكتر على داخل بير صادق يعني منشوف أشي كتير رسومات وترجم مين هو بير صادق وفي اليوم أنا والمشاهدين تعرفنا عليك أكتر وتشرفت على حالي أكتر وتشرفت بمعرفتك وشكرا لحضورك الغالي ألف شكر مشاهدينا هذا كانت حلقتنا مع الفنان اللبناني بير صادق ملتقنا على خير الأسبوع اللي شيء